يا أهلين ومرحبتين بكل الغوالي متابعين العزاء من الجميل ومن الطيب أن أزرع بعض الأشتال أو الخضار وأكل منها مباشرة ولكن الأجمل من ذلك هو أن تزرع أشجار كبيرة مثمرة معمرة من البذور أو من الأشتال الصغيرة تأكل منها أنت وأبنائك وأحفادك هذا هو الشيء الأجمل تترك بصمة جميلة في هذا العالم الأخضر لقدام طبعا ربنا يعطيكو طلط العمر كلكم اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن زراعة نواء النخيل أو نواء التمر بذور النخيل في البيت يمكنكم زراعتها وهي سهلة جدا في الزراعة بدها تصير عندك إن شاء الله نخلة كبيرة يعني هذه النخلة قمنا بزراعتها من البذور يعني هذا أريد أن أعطيكم كنموذج بسيط هذه النخلة عمرها تقريبا سنة ونصف تقريبا هذه النخلة طبعا شيء طبيعي إنه هذه يعني أشجار النخيل بشكل عام هي من الأشجار يعني بطيئة النمو بتتأخر في الإثمار ولكن لو أنا بدي أخليها منظر يعني عندي في البيت أو في الإصصيص يعني برضو شيء جميل خلينا نبدأ مع بعض بزراعة بذور النخيل أو نواء التمر نواء النخيل طبعا أي بذور أنت بتخذها أو هذه هي النواء لاحظوا هذه النواء أخذناها من التمر أو البلح أي نوع كان هذه هي قمت بنقعها في الماء لمدة يوم أصبحت عندي هكذا منقوعة الآن نأتي إلى الزراعة أي تربة متواجدة لديك يمكنك الزراعة بها أي تربة إن كانت بجيب البذرة يقال هناك معتقدات هذا الظهر وهذا البطن اللي فيه الشق هنا هو إيش البطن هذا هو الظهر طبعا من هنا تنمو الجذور تبدأ بالنمو من هذا الجزء يقال إذا زرعتها هكذا بتصير عندك شجرة أنثى طبعا هذه أشجار النخيل فيها أنثى وفيها ذكر أما إذا زرعتها هكذا بتكون عندك ذكر لكني أنا مش مقتنع بهذه المعلومة هذه البذور بتحمل جينات وبتحمل صفات كل بذرة تختلف عن الثانية حتى لو كانت من نفس الشجرة حتى لو كانت من نفس القطف كل بذرة تحمل جينات بتكون عندك شجرة نخيل لا يوجد مثلها بالعالم نهائيا تحمل صفات جينية مختلفة عارفين مثل إيش؟ مثل بصمة الإنسان بالزبط البصمة لا تتشابه مع الثانية تحمل بعض الصفات للأم والأب ولكن لا تكون متطابقة تماما للشجرة اللي أخذنا منها هذه الثمار أو هذه قطوف التمر يعني اللي أخذنا منها التمر ولكن إذا بدك أنت تحصل على شجرة نخيل مطابقة تماما للشجرة الأم فأنا بأخذ فسيلة فسيلة يعني من الفسائل من اللبنيات اللي بطلعن بجانب النخلة بتطلع عندك بالزبط مثل الشجرة الأم سواء كانت ذكر أو أنت تحمل نفس الصفات ولكن البذور بتكون عندك شجرة نخيل مميزة مثل الإنسان تماما في عالم الجينات يعني لا يشترط أن يطلع الإبن مثل الأب نفس النسخة نفس الشكل نفس المواصفات هذا شيء طبعا يعني قليل نادر نادر جدا أو شبه مستحيل فبتلاقي بعض الاختلافات يعني هذا الشيء بدك أنت تخليه إيش في بالك الآن نأتي للزراعة معلومات حلوة اللي أعطتكم إياها نأتي للزراعة بكل بساطة بتجيب البذرة بغرزها بمتوسط تقريبا يعني من 2 إلى 3 سنطة داخل التربة هيك أنا غرزت البذرة الأولى بكرر العملية خليني هيك أحط تنتين مثلا على ظهرهم وتوحتي هيك على بطنها بمشي الحال بدأ أزرع ثلاثة بذرات في هذا الإصيص يكفي يكفي ثلاثة بذرات يمكنكم زراعة هذه البذور بأي وقت أي وقت في السنة يمكنكم زراعة بذور النخيل ما فيها أي مشاكل بقوم بالري الرية الأولى بتكون رية جيدة هذه هي رية جيدة بعدك بتكون الرية عندي عن جفاف التربة تقريبا بشكل كامل يعني بتحتاج مني هذه بعد هيك الرية لها ممكن بعد عشر أيام ممكن يعني إذا كان الجو معتدل ممكن بعد أسبوعين المهم بعد جفاف التربة تقريبا بشكل كامل بقوم بريها بضع هذه البذور بمنطقة دافئة وشبه مضللة ما بضعها تحت أشعة الشمس المباشرة خصوصا في الأجواء الحارة أما المجواء المعتدلة ما فيه مشكلة إذا حطيتها تحت أشعة الشمس الشمس طبعا هذه البذور تحتاج من متوسط تقريبا من تقريبا يعني متوسط ثلاث أسابيع لبداية لبداية النمو لهذه البذور بنصح الجميع بزراعتها يعني للأمانة شجرة النخيل رائعة هي أمنا هي عمتنا يعني شجرة النخيل ازرع وتوكل على الله طب انا راح نتابع مع بعض هذه الزراعة ابقوا معنا والآن هي أشتالنا بعد مرور خمس أسابيع من زراعتها أنبتت عندي فسيلتين صغار بعرفش الثالثة لسه ما نبتت والآن بعد مرور شهرين من زراعة البذور ها هي أصبحت لدينا بهذا الحجم من ثلاث بذرات الحمد لله نجح ثنتين برك الحمد لله وبنصح الجميع بزراعتها وتوكل على الله ونتمنى لكم كل التوفيق والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته